أيها الحقيقة أنه كان هناك من زمان تراجع في الموقف الأمريكي تجاه مصير سوريا ومصير الرئيس برشال الأسد بشكل خاص حتى الآن أنا أعتقد أنه هذا الموقف الأمريكي غير واضح هناك القبول من بقاء الرئيس برشال الأسد لفترة مؤقتة فترة انتقالية ما يسمى فترة انتقالية لمدة ست أشهر أو سنة أو سنة ونصف ولكن الحقيقة أنه في النهاية أنا أعتقد أنه هناك احتمال لاتفاك على مثلا انتخابات سوريا مجددة